اشتركوا في القناة 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 كما ويحمل بعض القصص التاريخية كقصة الطفان أما الكتاب اليسار فهو يختص بعالم الظلام والموت ورحلة النشمثة التي سنذكرها لاحقا أركان الإيمان عند الصائبة المندائيون وللديانة المندائية خمسة أركان الركن الأول هو الشهادة بوحدانية الله أما الركن الثان فهو الصلاة بحسب كتاب الكنزة ربا هناك خمس صلوات في اليوم الواحد ثلاثة في النهار واثنتان في الليل لكن النبي الأخير للديانة يحيى طلب من الله التخفيف عليهم فتم تقليص الصلوات إلى ثلاث في اليوم الواحد أوقاتهم كالتالي الأول هي بين بزوغ الفجر وطلوع الشمس الثانية هي بعد زوال الشمس عن منتصف في السماء والثالثة هي قبل غروب الشمس وفي الديانة المندائية لا يمكن الصلاة في الليل كما ولا يمكن جمع الصلوات مع لا يسبب كان ولا يجوز تأجيل الصلاة وأداؤها في غير وقتها كما ولا يوجد في الديانة المندائية صلاة جماعية ولكن يسبق كل صلاة تقص يسمى بالرشامة أو الرسم وهو معادل للوضوء الإسلامي واليهودي المكون من غسل اليدين والوجه والاذنين والقدمين ثلاث مرات مع بعض التلاوات لآيات مقدسة وللمندائيين أيضا قبلة خاصة بهم وهي جهة الشمال وهذا ما جعل البعض يربط بينهم وبين الصلاة للنجوم وخاصة النجم الشمال لكن هذا غير صحيح فهم يستقبلون الشمال لإعتقادهم بان الجنة توجد في الشمال وتكون الصلاة المندائية وقوفا مع انحناء بسيط في الرأس إلى الأمام ويتم قراءة بعض الآيات التي تسبح الخالقة وتسلم على الملائكة والأنبياء وتنتهي بالدعاء وطلب الغفران وللمندائيين بيتهم المقدس أيضا المسمى بالمندي والذي يجب أن يبنى على الضفاف اليمنى للأنهار كما ويجب أن يكون له باب واحد يستقبل جهة الجنوب لكي يستقبل كل من يدخل المندي جهة الشمال الركن الثالث هو الصيام في الديانة المندائية صومان الصوم الكبير وهو الابتعاد عن كل ما يغضب له من أفعال كالقتل والزنا والسرقة وهذا يجب أن يكون مدى حياة المندائي أما الصوم الثان وهو صوم الصغير وهو الابتعاد عن تناول اللحوم لمدة 36 يوما في السنة وهذه الأيام موزعة على طول السنة فهناك أشهر فيها ثلاثة أيام صيام وأشهر فيها مجرد يوم واحد الركن الرابع هو الزكاة وهو إعطاء جزء بسيط من المال أو ما شابه ذلك للمحتاجين والفقراء وفي الديانة المندائية ليس هناك جزء محدد من المال يجب على كل من شخص أن يخربه في السنة كالإسلام فكمية المال هي اختيارية الركن الخامس والأخير هو الصباغة أو المعمودية أو المصبطة وهو من أهم الأركان عند المندائيين فالمندائية كغيرها من الديانات السماوية تميز كل فرد من أفرادها فالختان الإسلامي والختان اليهودي والتعميد المسيحي هناك التعميد المندائي وهو طقس يتم في المياه الجارية حصرا لنها ترمز للحياة المستمرة يعمد كل طفل مندائي على عمر الثلاثين يوما هذا كان ذكرا وعلى عمر الواحد والثلاثين يوما إذا كانت أنثى ويتم تأجيل هذا التعميد إذا كان الطقس باردا حتى يتحسن ولا يمكن للفرد أن يعتبر مندائيا إلا إذا كان معمدا بالطريقة المندائية كما هناك أنواع أخرى من التعميد في المندائية تزواج وتعميد الشيوخ وتعميد الميت والتعميد العادي الذي يتم طوال السنة التعميد العادي هو بمثابة غسل الخطايا والذنوب وهو بمحل مفاخرة بين المندائيين فكل فرد يتفاخر بعدد المرات التي تعمل بها حيث يحق للمندائي التعمد في أي وقت من أوقات سنة عدا أوقات الليل فالتعميد يجب أن يتم نهارا عدا خمسة أيام فيه السنة يسمح التعميد ليلا أيام في عيد البنجة يجب على المتعمد ذكرا كان أم أنثى يلبس اللباس الديني المندائي وهو ثوب أبيض مكون من خمس قطع وفي العادة يكون التعميد جماعيا يوم الأحد وهو اليوم المقدس عند المندائيين يتم التعميد على يد الشيوخ المندائيين ويكون بتلاوة بعض التسبيحات من الكنز ربا ومن ثم وضع أكليل من نبات القاسي على الجهة اليمنى للجبين الذي يرمز لأخضرار الحياة وتختلف هذه الطقوس قليلا عن طقوس تعميد الزواج وتعميد الشيوخ وتعميد الميت باختصار طقوس الصباغة والتعميد هي أهم طقوس مندائية أعطتهم اسم الصابئة أو الصابغة كما ذكرنا وهذه الطقوس كانت تمارس منذ قديم الزمن وهذا ما جعل النبي يحيى أو يهيى يوهان بالمندائية أو يحنى المعمدان بالمسيحية أن يعمد للمسيح في نهر الأردن فقد كان يحيى مشهورا بالتعميد في ذلك الوقت سيكون هناك جزء ثاني لهذا الموضوع لنشرح الكثير من الأمور الأخرى عن هذه الديانة كالزواج في الديانة المندائية فلسفة الموت والحساب طريقة ذبح الحيوانات وطبقات رجال الدين والأعياد الدينية المندائية والكتب المقدسة الأخرى عند المندائيين والأمور التي تجعل الفرد يخرج عن الديانة المندائية بالإضافة إلى بعض الموثولوجيا المندائية إلى هنا وصلنا لنهاية الحكاية شكرا لكم وأتمنى أن تنال موضوعاتنا إعجابكم وفضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته